أمرت وزيرة العدلة تونسية ليلى جفال بفتح تحقيق فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة كما فتح القضاء تحقيقا في قضية تسليم الحركة رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغداد المحمود للميليشيات المسلحة في ليبيا من العام 2012 تتهم حركة النهضة وقوى سياسية أخرى الرئيس قيس سعيد بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين بينما يقول الرئيس إنه متهم أو مهتم بكشف الحقائق وإقرار العدلة البعض يعتقد أن له حصانة في حين أنه لا حصانة أمام القانون اتهامات الرئيس قيس سعيد للقضاء بالتسطر على جرائم كبرى تتعلق بالإرهاب والفساد لا تكاد تتوقف بينما يرفض المجلس الأعلى للقضاء وبعض مؤسسات السلطة القضائية التدخل في عملها وآخر فصول هذا تجاذب الحاد مطالبة وزيرة العدل القضاء بفتح تحقيق بشأن ما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة المتهم وفق معارضي الحركة بجرائم إرهابية واغتيالات سياسية أمر اعتبره قياديون في حزب النهضة خطوة جديدة من قبل سلطة الرئيس لتوظيف القضاء بهدف ضرب خصومه كل تجميع للسلطة هو نزوع للاستبداد واضح جدا يعني بالنسبة لي القضاء المستقل لا يخدموا لإعلام المستقل لا يخدموا حتى رجال الأعمال في الاستثمارات الغير خاضة عن السلطة السياسية يعني احنا اليوم ماذا نرى؟ نرى سلطة تنفيذية تريد أن تتحكم بما يشبه الملكية المطلقة اتهامات معارض الرئيس عيد تقابلها اتهامات مؤيده للقضاء بالارتهان إلى حزب النهضة وحلفائها مطالبين بحل المجلس الأعلى للقضاء والكشف عن حقيقة ملف الجهاز السري وحقيقة علاقة حزب النهضة بالإرهاب والاغتيالات السياسية فم ملفات وهما المسؤولين على الأقل سياسيا على الاغتيالات سعوان كان اغتيال الشهيد شكرا بالعيد وانا شهيد البرامي الاتهام يكون لحركة النهضة بالتأثير على هذا الملف لأن الملف لاغتيالات السياسية مرتبط تماما بملف الجهاز السري لحركة النهضة وما يسمي أنا ذاك في سنة 2011 و12 بجهاز الأمن المواسي ضغوط معارض حزب النهضة دفعت القضاء إلى فتح تحقيق في حادثة تسليم حكومة النهضة عام 2012 لرئيس الوزراء الليبي بغداد المحمود إلى قوى ليبية مسلحة فتح تحقيقات بشأن قضايا كبرى يعتبره البعض فرصة للقضاء لإثبات تعافيه من هيمنة السلطات التي حكمت على امتداد 11 عاما بعد الثورة المنظومة القضائية منذ عشر سنوات وهي تتحمل أوزار أغلب الناس يقولوا المنظومة القضائية لم تساعد في مكافحة ملفات الفساد ولكن المنظومة القضائية الحالية رغم أنه كل الحكومات سهموا في أنه إضعافها يعني ما قدموش مقاموش إسلحات جوهرية على المنظومة القضائية انتقادات حادة موجهة من الداخل والخارج لشكل تعاطي سلطة الرئيس سعيد مع القضاء رغم إجماع عديد القوى على عجز المنظومة القضائية عن تطهير نفسها من آثار الارتهان السياسي اتهامات موجهة لسلطة الرئيس قيس سعيد بمحاولة توظيف القضاء لتصفية خصومه في مقابل اتهامات موجهة للقضاء بالتسطر عن جرائم ما قبل الخامس والعشرين من يوليو عنوان جديد لأزمة سياسية تروح مكنها طفيق عيش الحرة تونس عبرت جمعيات تونسية بخصوص المسار الذي اقترح هو الرئيس قيس سعيد في خطابه في ديسمبر الماضي عن المخاوف على الحريات معتبرة أن الاستشارة الإلكترونية لا تعوض حوارا عموميا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية وقالت اثنتان وثلاثون جمعية بعد اجتماعها التنسيقية الأخيرة في بيان مشترك أن الاستشارة الإلكترونية بشكلها الحالي لا يمكنها أن تعكس حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبرها على تطلعات التونسيين وطلب البيان بالتوازن بين السلطات والفصل بينها وبمحكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة وإشراك الشعب في انتخاب البرلمان والالتزام باللمركزية والسلطة المحلية كما شدد البيان على أهمية حماية الحقوق والحريات العامة والفردية لجميع فئة المجتمع للنقاش أكثر ينضم إلينا من تونس الصحفي والمحلل السياسي صالح عطية سيد عطية مرحبا بك معنا في هذه الجولة المغاربية نتحدث عن الانتقادات التي وصلت وتطال بأن الرئيس قيس صعيد يستخدم القضاء لتصفية خصومه السياسيين ما أوردته وزيرة العدل بفتح تحقيق فيما يعرف بقضيات الجهاز السري ما هي المشكلة في الخوض في مثل هذا المجال خصوصا وأنه في مساحتها وفي مجال عملها نعم حيدر مساء الخير هذا مهم تفضلت به هو جزء من عملها في الحقيقة وكان يفترض أن تقوم بهذا العمل بشكل عادي لكن المناخ العام الذي تحرك فيه القضاء وتتحرك فيه وزيرة العدل بالتحديد مناخ معقد جدا في تونس وترتبط به مجموعة من الشبهات ومجموعة أيضا من التجاذبات السياسية بين القوى السياسية من جهة ورئيس الجمهورية من جهة ثانية ما زالت القوى السياسية تشك في مدى سلامة الإجراءات التي ستتخذ وزيرة العدل سيما وأن هناك سابقة يعتبرونها خطيرة وهي الحكم على رئيس الجمهورية الأسبق سيد مصف المرزوقي بالخيانة العظمى ومطالبة الانتربول الدولي بجلبه من الخارج طبعا وتم هذا بإجراءات سريعة وعاجلة جدا كانت أشرت إليها السيدة روذة الجرافي رئيس جمعية القضاة التونسين أو الأمس وقالت أن هذه الإجراءات لم يسبق للقضاء التونسي أن قام بها بمثل هذه السرعة في قضية اسمها خيانة الدولة حسب ما يدعي طبعا رئيس الجمهورية أو وزيرة العدل لذلك هذه الإجراءات خاصة هذه السابقة بالذات تحيل القوى السياسية إلى الشكوك في مثل هذه الإجراءات من قبل وزيرة العدل هذا أولا الجنب الثاني أن ملف الجهاز السري لحركة الناظر في الحقيقة نظر فيه في وقت من أوقات سيد البجي قايت سبسي الرئيس الراحل ولم ينتهي إلى شيء محدد في هذا الموضوع رغم إلحاحية بعض القوى السياسية التي تطالب بالنظر في هذا الملف بعض الملفات حيدر تبدو مهمة طرحها من جديد هنا وتحريكها في القضاء حتى ننهي هذه القصة إما بالإدانة أو بعدم سماع الدعوة قضائيا لكن المشكلة هو في هذه الثقة أزمة الثقة الآن ترتبط بشكل عميق بالقضاء سواء كان من جانب الرئيس أو من جانب القوى السياسية نعم سيد عطية غاية بالأهمية هذه الفكرة فكرة بأن هناك انتقادات إلى أن بعض القضايا تم تسريعها بشكل واضح هذا ربما يفتح الباب للجهة المعارضة بطرح قضايا أخرى ربما يتهمون بها خصومهم السياسيين والنظر إلى القضاء إذا ما كان سيتعامل معها بذات السرعة حين ذاك يمكن انتقاد مصلحة القضاء بأنها تتعامل بمكيالين مرة بسرعة فيما يخص الخصوم السياسيين لرئيس سعيد كما يقولون ومرة ببطء بما يخص قضاياهم نعم هذا هو الإشكال أنا قتلك منذ قليلا وفهم أزمة ثيقة القضاء لا يشتغل بشكل سلس وعادي مثل ما يجري في المؤسسات القضائية في الدول الديمقراطية عموما لكن في تونس هناك ضغط من القوى السياسية وضغط من المجتمع المدني وضغط من الإعلام وضغط من رئاسة الجمهورية التجذبات انتقلت الآن إلى الحيز القضائي أصبح القضاء تحت هذا الضغط الكبير والضخم جدا نتصور أن القاضي هنا يجلس في المحكمة وهو يواجه ضغوطا من رئاسة الجمهورية ضغوطا من القوى السياسية ضغوطا من الإعلام كيف يمكن أن يحكم بالقانون هنا وكيف يمكن أن يحكم ضميره في هذا السياق هناك مسألة معقدة هنا يفترض أن يترك القاضي والقضاء بشكل عام في سلاسة تامة ووفقا للقانون وضمائرهم المعروفة في كل مؤسسات القضائية في العالم للأسف الشديد انتقلنا بهذا التجذب السياسي وهذه الصراعات السياسية التي جزء كبير منها ربما ليس حتى صراعا سياسي وهو مجرد منكافات سياسية فقط وقع نقلها إلى مشهد القضاء لنرى اليوم هذه المعركة الشريسة بين رئاسة الجمهورية من جهة وقوى سياسية أخرى ضد القضاء هناك من يتهم القضاء وهناك من يفرح في قضايا معينة مسألة القضاء سيد عطية تعرف حضرتك بأن القضاء كما أشار في وقت سابق الرئيس الصعيد بما معناه بأنه ليس معصوم إذا ملتزم بالدستور وبالقوانين فعلى العين والرأس وإذا لم يلتزم فيجب أن يصحح المسار الذي يسير به القضاء هناك انتقادات كثيرة للقضاء هناك اتهامات أيضا للقضاء بأن هناك قضايا إشكالية وملفات فساد لم يستطع القضاء حلها في تونس نعم بالتأكيد أنا أعتقد الفكرة الجوهرية في هذا الموضوع أن رئيس الجمهورية له الحق ولكن هذا الحق يدافع عنه بشكل ربما يسقطه في كثير من الشبهات وفي كثير من أزمة الثيقة معه يعني عندما يقول هناك شبهات فساد في القضاء هذا يعني كل التونسين يؤكدون ذلك ولكن كيف يمكن تصحيح مسار القضاء ليس بالضغط على القضاء ومحاولة حل المجلس أعلى القضاء ومحاولة يعني الإهام الناس بأن القضاء هو لب المشكل في البلاد ومحاولة يعني تركيع بكل معنى الكلمة القضاء لصف رئيس الجمهورية للحسم في خصومه السياسيين لو الرئيس الجمهورية يذهب مباشرة باتجاه ملفات حقيقية ويترحها مع القضاء ويترح الفساد داخل القضاء سيجد تقريبا كل القوى السياسية إلى جانبه دون استخدام القضاء ما نلاحظه وما يلاحظه القوى السياسية ما تلاحظه القوى السياسية الآن هو محاولة لاستخدام القضاء وتوظيفه لمصالح سياسية وأغراض سياسية بعضه حق من قبل الرئيس وله الحق في ذلك والبعض الآخر يوصف بكونه باطل ومحاولة توظيفية أكثر منها محاولة لتصحيح مسار القضاء كما يقول رئيس الجمهورية لو انتقلنا سيد صالح عطية إلى الأشق الثاني من الانتقادات والتأييد الذي أيضا تشهده تونس هذه الأيام الاستشارة الإلكترونية هذا الاستفتاء العام الإلكتروني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد في الحقيقة لا نعرف ما هي الأسباب التي تقف وراء منتقدي هذا الاستطلاع لأنه سيكون متاح لكل التونسيين إذا ما كانوا راضين عن إجراءات الرئيس سيقولون نعم وإلا فلا فلماذا هناك انتقاد برأيك لهذه الطريقة الإلكترونية الحديثة التي طرحت سبق وتحدثنا حايدر في هذا الموضوع أولا الاستشارة الإلكترونية مهمة لو كانت جرت باستشارة أيضا القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية ومن الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني الذي حصل في هذه الاستشارة أنها جاءت بمبادرة رئاسية هذا مهم ولكن المبادرة الرئاسية تحيط بها الكثير من التساؤلات من يدير هذه الاستشارة الآن هناك حديث عن وجود مثلا شركات أجنبية فرنسية بالتحديد تدير هذه الاستشارة والتونسيون والسلطات التونسية لديها تقريبا 20% فقط من حجم السيطرة والهيمنة والتحكم في هذه الاستشارة الجانب الثاني أن هذه الاستشارة إلى حد الآن هناك انتقادات من داخل أنصار السيد الرئيس الجمهورية قيس السعيد الذين خرجوا في فيديوهات وطعنوا في هذه الاستشارة واعتبروها استشارة يعني فيها انتقائية لأنصار الرئيس لحجم معين أو جانب معين من أنصار الرئيس حتى ليسوا أنصار الرئيس ككل هناك فئة كبيرة من الشباب التونسي التي ارتمت وراء هذه الاستشارة وحاولت أن تدخل فيها وأن تشجحها بشكل واضح ولكن وجدت أن هناك عوائق كثيرة تقنية وعوائق سياسية في هذه الاستشارة ونبهت إلى ذلك عبر فيديوهات في الفيسبوك يعني القوى السياسية الآن أيضا تطعنوا في هذا الموضوع من زاوية أخرى في الحقيقة وهي زاوية المسار السياسي في تونس هم يرون أن المسار السياسي لابد أن يكون تشاركيا لابد أن يكون هناك حوار وطني يشارك كل الأطراف السياسية والمدنية والاجتماعية والمنظمات الكبرى في تونس مثل اتحاد شغل ومنظمة الأعراف لكن هذه الاستشارة ستقسي هؤلاء الأطراف كلها ولا ندري كيف سيقع الضبطها كيف سيقع التصرف فيها من سيشارك فيها ما هي النتائج كيف يقع التحكم في هذه النتائج أشكرك شكرا جزيلا سيد صالح عطية المحلل السياسي والصحفي التونسي كنت ضيفي من تونس شكرا لك شكرا لك